موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ضواقع وفين الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج نفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانته يقول نمشي في طريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفين الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ضواقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع دكتور رفيق في القعدة اللي فاتت كنت بتقولي لا الإيمان المسيحي ولا بيؤمن بالبوليثيازم فكرة التعدل عليها ولا بيؤمن بأن وحدة الوجود ونعبد الطبيعة ولا بنؤمن بأن الله خلق الكون كده وثابه ولا بنؤمن بأنه هو قوتين متصرعين يعني طب إحنا بنؤمن بإيه في علاقة الله بالكون الله علاقته قلت أنت قلتلي كمان أنا فاكر إنه مش خلق مستمر الله ما خلق ومش قاعد يخلق 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 إحنا اتفقنا على كده طيب إيه بقى شكل علاقة الله اللي خلق ده بكوننا النهاردة بحياتنا النهاردة طبعا خيابا أولن في إلهين أو قوتين أو حتى أكتر من قوة إذا كان الله هو الله فيجب أن يكون هو القوة الحاكمة الوحيدة الله لم خلق الكون وأتى به من العدم إلى الوجود خلاص اتقال في تطويب أبونا إبراهيم الذي يؤمن بالله الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة الله بيأتي بالكون أو بالوجود من العدم بيسموها في اللهوت إكسني هيلو من العدم يعني ما كانش في حاجة وبقى في حاجة وأصبح في كل حاجة إحنا ما عندناش فكرة في دماغنا نجيبها العدم إحنا آخرنا نفكر في اللي هي أنا فكر في العلم كنت نفكر في الفاكيوم لهو مفهاش جزيئات الهوى بس عدم لما فيش مكان حتى فاهم؟ أنا مش فاهم فالله أتى بالكون من العدم إلى الوجود إنه طب خلاص أتى به إلى الوجود وعمله على أحسن صورة خلاص وثابه ثابه بقى عمله القوانين سواء القوانين الطبيعية أو القوانين الفيزيئية أو غيره والقوانين الأخلاقية وثاب الدنيا تحكم كده وهو قاعد في السماء مالوش دعم بيتفرج على القوانين بتتشتغلت زي هم بردو اللي بيقولوا كده بيقولوا كده عشان يشيلوا فكرة الشر هم شايفين في شر رهيب في الكون فإيه علاقة الله بالشر بردو هو عايز يحاول يلقلها تفسير أكيد 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 بس في مشكلة كبيرة قوي 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 لو مشيت السكة يا بيتر إنه مش بس هتجرد الله من مكانه كسيد ومتصلت على الكون إنه كمان الكون نفسه ما يقدرش يعيش لحظة من غير تدخل إلهي واضح خلي بالك أنا مش بتكلم برضو علشان ما تفهمش غلط إن التدخل ده معجزة يعني المعجزة هي اختراق لقوانين الطبيعة أو العمل ضد أو مع أو بتسريع قوانين الطبيعة بس هي مش المعتاد عليه كما أتكلم على ما يمكن أن نسميه أعمال العناية الإلهية إنه الكون في حياته اليومية إنجاز التعبير معتمد على الله في كيفية وجوده يعني أنت أصدق مثلا إن قوانين الطبيعة دي هي قوانين الطبيعة دي وقفة وثابتة ومشية بسبب إن ربنا بسبب إن ربنا موجود وحفظها بسبب حفظ ربنا بس يعني حاجتين دول أصلحة داتا إحنا بنفهمهم كأنهم عكس بعض يعني إنه مدام قوانينة بقى الله صايبها لا ده هي متماسكة عشان هو وطبعا يعني فيه حتة كده إحنا مش هنقدر نفهم بعدها لكن نحن متأكدين منه أنه القوانين الطبيعية والحياة الإنسانية والحياة بصورة عامة بل الوجود كله معتمد في وجوده على هذا التدخل الإلهي بهذه الكيفية خلاص؟ في تدخل تاني بكيفية معجزية في اختراق بقى القوانين دي لكن عشان تتفعل القوانين دي أصلا محتاجة تدخل إلهي بص الآية بتقول إيه؟ فرسلت العبرانين صح كام عبرانين صح واحد أول آية خالص عدد ثلاثة عدد ثلاثة أتكلم عن المسيح فبيقول إيه؟ الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره يعني هو ذات جوهر الله مش كده المسيحية ديانة وحدانية في المقام الأول لا تؤمن إلا بإله واحد لكن هذا الإله الواحد مثلث الأقانين في وحدانيته جامع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره بص اللي جاي دي بقى عدد ثلاثة وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته حامل كل الأشياء فيروف اليوناني نفس الكلمة اللي بنستخدمها لما حالبال الأربع أصدقاء المفلوب حامل كل الأشياء بكلمة قدرته ففي حمله كل الأشياء بكلمة قدرته يستطيع الكون أو يستمر الكون في الوجود فيتقال فيه يقوم الكل فيه يقوم الكل دي فين؟ كلوسي واحد كلوسي واحد تعالي نقرها بص الآية مجيدة في الحتة دي كلها بتكلم عن المسيح لديه وصورة الله غير المنظور بكره كل الخليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى خلص؟ الكل به وله قد خلق بكلم عن الخلق خلص؟ والخلق حصل بكلمة تمام بكلم كلمة قدرته دي هنا بتوصف مش الخلق هنا الذي هو قبل كل شيء هنا قبل كل شيء قبل الخليقة لكن الآن والخليقة موجودة إعلاقت بيها؟ فيه يقوم الكل فموجود علشان يحفظ الخليقة في وجودها واحد مرة قال فيش مية هنا فيه عيش أو فيه كروسون لو أنت بتاكل كروسون وبدل ما يبقى عيش قدامك تاكله فجأة كده هتبقى حجر أو بتشرب مية هي قدامك مية وعارفناها مية فجأة تتحول لمية نار أو بتكتب على ورقة فجأة بدل ما هي ورقة كده عادية تحولت لورقة شجر إيه اللي بيحفظ العناصر إنها تفضل عناصر واو الـ H2O متبقاش H2O2 أي أي أنت تقول إن سيادة الله على الكون هي اللي حفظه العناصر إنها تفضل زي ما هي حفظ الكون كما هو تمام؟ مش بس كده سيدة ليها بواحدة تاني عظيم قوي يوري لك إن زي الله بيتدخل في الأحداث علشان يتم المقصده بطريقة تحفظ لكل كائن أو كين صفاته بمعنى إنه بيدخل في الخليقة الجامدة المادية المادة العادة بالحفاظ على خواصها المادية لو اتدخل وعكس الخواص دي بقت معجزة يعني الشمس بتدور كل يوم أو الأرض بتدور كل يوم حوالين الشمس آه لو الشمس وقفت في كبد السماء أو يعني الأرض وقفت عن الدوران فبالتالي بقت الشمس وقفة مكانها شكلها وقفة دي معجزة دي معجزة لكن كل يوم الأرض بتدور حوالين الشمس دي أعمال عناية ما مفعش تتم إلا بهذا بهذه السيادة وبهذه كيفية من الله يعني تدخل الله في الكون مش هو الحاجات اللي مش طبيعية اللي بتحصل في الكون ده الحاجات الطبيعية ده الحاجات الطبيعية هي أصلا عمل عناية عمل عناية الله تدخل في الخليقة الجمالة كتاب يقول لنا أنه مع الحيوانات تفتح يدك فتشبع كل حي رضا انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تجمع لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن لكن أبوكم السماء ويا قطع تخيل الأحداث العشوائية اللي بتحصل القرعة تلقى في الحدن لكن من الرب يكون لحكمها أي أحداث بتحصل شؤون الشعوب شؤون الملوك لأن الرب الملك مزمور الصليب مزمور 22 لأن الرب الملك وهو المتصلت على الأمم فأعمال 17 الوعظة اللي بولوس كان بيكلم فيها الناس عندهم فكرة الدايزم دي الربوبية الربوبية أن الله خلق وثاب خلاص طب بيقول إيه أعمال 17 عمال 17 عدس 26 لأنه كان في منهم ناس أبو القيرويين دي بيقولوا أن الله خلق الكون وثابه بعيد وإحنا بقى عاشين هنا نصرف زي احنا عايزين ويقوله صنع من ده من واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم فالله متدخل في كل أمة من الناس وحتم الأوقات والمسكن إحنا أصدق المسكن الإشاء اللي هختارها الله متحكم فيها هي فين وبحدود مسكنهم أنت أصدق كده يعني الله متداخل على مستوى الشعوب أيبا وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأزمنة بكل معاني الكلم وبيدخل لكي يتمم ما شئته ولكي يحقق ما قصده وده يدخلني يا بيتر لثالث يعني عمل مهم قوي اسمه سيادة الله هو الاثنين الأولين فكرني بعنا وينهم خلينا نقول مثلا حفظ الله الله حافظ الله حافظ كل حاجة فالخواص بتاعت كل شيء حاجة تانية إزاي فيه توافق فيه انسجام فيه تزامن ما بين عناية الله ما بين أن كل الكائنات بتمشي في سلطانها وفي حريتها وفي خواصها لكنها في توافق نفس الله في نفس الوقت الله بيتمم مشيئته والأخير هي سيادة الله بس قبل ما أتكلم عن السيادة عايزة أقول مثل وزي ما الفكر السليم بيقول لله المثل الأعلى أكيد ما فيش كل مثل يقصر حينما نتحدث عن الله مثل من أيام الجندية أيام الجندية كنت في معسكر في كلية عسكرية فأنا لسه جاي بتعلم جديد مش عارف فرايح للزابط بقول له يا فندم ساعدتك أنا عايز كذا قال لي إيه يا ابني ساعدتك دي اسمها سيادتك مشي أنا سيادتك يا فندم وبعدين طورت الدنيا شوية دايين ندخل المعسكر فبدخل المعسكر يقفنا زابط الأمن يكلم زابط الأمن يكلم مكتب المدير إنه فلان برا المعسكر عايز يدخل المعسكر طبعا أنت زابط الأمن عايز تتكلم المدير يعني أنت مخول ليك تدخل مين واتدخلش مين أنت بالعكس أنت مصلح لك تدافع عن الوحدة كلها فالمدير يقشر لقوله أدخله أدخل زابط الميز أو الطعام يقول المدير أشر لكو بعشا أو بوجبة أو غيره إيه اللي بيحصل مين المسؤول الأول قدام القيادة العليا على المعسكر الشخص المدير 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 دوت ليه سيادة سيادة على الوحدة ديت وكل أشخاص تحت ليهم سيادة على اللي تحتيهم حاجات الدومينيون اللي عندهم طيب السعادة يعني ما يفعش أقوله ساعدتك ساعدة السفير يعني ساعدة تمثل حاجات ساعدة السفير يمثل الدولة سيادة اللواء أو العقيد أو أين كانت الرتبة لأنه ليه سيادة على المنطقة دي فكل واحد عنده إرادة لكن في الآخر إرادة مين اللي بتتم الرتبة المدير المدير هو المسؤول وفي الآخر هو اللي حيتحاسب أو يتحاكم قدام القيادة الأعلى وطبعا ده مثل من بعيد للسيادة الله على الأحباب أحكي لك مثل صغير أنا بحبه من التاريخ ومن الكتاب التاريخ الكتاب بيحكي قصة سابي بني إسرائيل أو شعب إسرائيل من أرض أرض بتاعتهم إلى مملكة بابل خلاص وكان في وعد في كتاب مؤدس الوعد دوت على مدار التاريخ أن هم حيرجعوا بعد السبي بعد سبعين سنة من السبي فرحوا بابل على دفعات ودنيال كان هناك ما بين رئيس وزراء وما بين أقل شوية وبعدين رجع تاني كان بيصلي رب إمتى الوقت ده هيحصل إمتى النبوة التي قالت إمتى الصلاة بتاعت إرمية هتحصل إمتى سفر الشعية هيتحقق إمتى اللي هيحصل لشعبك هيتم يقول لنا التاريخ أنه مملكة بابل انتهت بين يوم وليلة أو في ليلة ويدخلها ملك اسمه كورش كلمنا عنه المرة اللي فاتت ملك فارس وكورش يدخل للمملكة وبحرب بطريقة معجزية برضه تكلم عنها كتاب المؤدس إزاي حول مجرى النهر ودخل واحتلوا المدينة بدهم بارد يدخل وبعدين يقرأ إزاينا بيقول التقليد أو على أقل سفر يوسيفس بيقول أنه قرى عن نفسه في سفر الشعية وبعدين اتكتب فعلا أنه هو رجع الناس المسبيين لأراضيها في مرسوم معين خلاص في سفر عزرة وأخبار الآيام التاني بيتكلم أنه مرسوم أمر به الملك كورش في أول سنة في حكمه أنه ترجع الشعور بيقول مرسوم ونقط مش قلنا يعني جوه المرسوم ده فيه إيه روح معايا لندن نطحف البريطاني حتلاقي فيه استوانا اسمها استوانا كورش ساير السيلندر موجودة في الدور التاني استوانا حقيقية يعني بروح هناك وبعشاءها حقيقية قد كده يا بيتر هي دي استوانا مش ريبليكا اللي تكتب فيها المرسوم اللي كورش بيقول أنا كورش ملك ملوك الأرض رئيس ملوك ملك فارس وفرعون مصر أنا أمرت أن تعود الشعوب إلى مدنها لكي تبني هياك الألهتها وتتعبد لها لأيت بلو نبو يرضيان علي أوكي استوانا دي مين اللي كاتبها كورش 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 دي كان شغلته ملك ملك ملوك الأرض دي كان وقتها فارس مملكة وامتدة وبتكبر وكانت خلاص ناهت يعني كورش معروف في التاريخ أنه كورش أبو قنبيز قال لخلص الحكم الفرعوني حكم الفرعوني الفرعنة المصريين قدماء انتهوا عند القنبيز ده التاريخ كورش كتب المرسوم رجع الناس لبلدها خلاص ملك ملوك الأرض في حد يقدر يقوله تعمل إيه لازم من جوا يكون عايز صح عنده أي إجبار قدام أي حد ينرجع الناس بيقوله عن ده قوي مرسوم حقوق إنسان في التاريخ عظيم جدا كتاب مؤدس تكلم عن الحدث ده قبلها بسنين طويلة قوي من وقت ارمية بسبعين سنة ومن وقت إشاعية بمية خمسين سنة حتى إنه شريعة موسى تكلمت عن إن الأرض ستثبت ثبتها هتعوض الوقت اللي ماخدتهش راحة والوقت ده لو حسبته ربعمية تسعين سنة ماخدتهش راحة يبقى سبعين سنة سبت فيبقى خدت سبعين سنة راحة ده كان من قبلها بألف وخمسين سنة بتنبق خلاص الكتاب يقول لنا مين اللي قال للشعب يرجع كورش لكن الله كان فيه في المشهد تاريخ أول بيمهد له وصفرة عزرة وأخبار الأيام بيقول لك ونبه الرب روح كورش يعني أنت أصدق إن الله كان متحكم في قلب كورش وهو بيعمل الحاجات بكل براحته خلني أقولها بطريقة دي كورش كان ليه إرادة حرة 100% والله كان ليه سيادة مطلقة 100% وده اللي بيقوله رسول بولس في رومي 11 لأن منه وبه وله كل الأشياء منه لأن الأصل له لأنه اللي بترجع لكل حاجة بس به كل حاجة بتتم من خلال سيادة الله استحالة يكون الله خلق الكون وسهلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر